انطلقت فعليات مبادرة كتف في كتف في 16 محافظة على مستوى الجمهورية وذلك ضمن فعليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتتضمن المبادرة توزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى توزيع مساعدات متنوعة على المستحقين من الفئة الأولى بالرعاية استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق فعليات مبادرة كتف في 16 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تشمل الفعاليات تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى 160 ألف وقبة و30 ألف قطعة ملابس توزع على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً لأهالي تلك المحافظات هذه مبادرة كتف في كتف هي مبادرة أطلاقها للتحالف الوطني وإحنا كصنال حياء أحد مؤسسات التحالف زي ما حاك شايف كده متطوعين صنع الحياة بدين من الصبح بدري بيستعدوا لانطلاق يوم كبير وفيه أنشطة كثيرة متنوعة إحنا النهاردة جايين جمعية رسالة جايين بعشر تلاف كرتونة هنعبيهم عشان نوزعهم على الفئة الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني كوامل كرتونة فيها سكر فيها رز فيها مقارونة عتس لبيا فول فيها سمنة فيها ملح كمان جايين النهاردة بطن من اللحوم ألف كيلو عملين معرض ملابس للفئة الأولى بالرعاية مستهدفين أكثر من 500 فرد عمليات تعبئة وتوزيع المساعدات ساهمت في جذب الكثير من المتطوعين من الشباب وذلك بالتوازي مع توزيع كميات كبيرة من اللحوم على الأهالي الأكثر احتياجا وإقامة معارض خيرية مجانية للملابس وإقامة حفل للأطفال غرض من الفعلية ديت حكتين وحكتين مهمين جدا أول غرض أن نساعد أهالينا المستحقين طبعا على مستوى جمهورة مصر العربية كلها وبالتحديد طبعا المحافظة الغربية اللي احنا موجودين فيها النهاردة الغرض الثاني أن احنا زي ما أطلقنا على الفعلية أنها كتف في كتف بنوصل للشباب وده الشريحة المهمة جدا دلوقتي في الوطن الشريحة ديت مهمة جدا أنها تتكاتف مع الدولة وتتكاتف مع كل جهات الدولة علشان يقوموا بدورهم في العمل الخير والعمل الاجتماعي جمعنا النهاردة عشان ندي الأمهات المثالية والأطفال بنسمع الوش وبنساعد الأطفال والأمهات المثالية ونساعد الأسر الأكثر احتياجا من كاراتين ولحوم وكشف العيون والأطراف الصناعية ويا رب كلنا نكون كتف في كتف وجميع كل الجمعيات زي جمعية الأرمان تكون بقدر الاستفادة للأسر الأكثر احتياجا في كرة الصعيد زي ما احنا النهاردة في الده أهلي مبادرة كتف في كتف بالتعامل مع بنك الطعام المصري والتحالف الوطني لتعبئة ما يقرب من عشر تلاف كرتونة فرحة رمضان للتوزيع على الأسر المستحقة وبمشاركة متطوع التحالف كان للأطفال نصيب من مبادرة كتف في كتف وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب لإدخال البهكة والسرور على الأطفال وأسرهم تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم النهاردة في محافظة سهاج والله الحمد تم استقبال 3000 كرتونة الكرتين دي لحملت رمضان إن شاء الله وبإذن الله تتم توزيع الأسر المستحقة تعاون مع مستحية كريمة حيتم توزيع المواد الغذائية على مرضى السرطان للأسر المستحقة وطبعا في الزل وصروف الاقتصادية اللي بتعيشها البلد المبادرات دي مهمة جدا وبتساعد جدا وبتدي أمل وبتدي تفاول اللي احنا كلنا كتف في كتف مع بعض حيتم النهاردة إن شاء الله محاكاة لتنفيذ التعبئة لطرق التعبئة لكرتين اللي مستهدفة وصالنا اللي موجودين في محافظة أسوان مبادرة كتف في كتف الأكبر في إطار الحماية الاجتماعية في مصر وتستهدف نقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا في أوقات يعاني فيها العالم صعوبات وأزمات متفاقمة